المشهد مؤلم بشكل جداً كبير لأنه إعادة تدوير هذه القوة المتنفذة من خلال التي سيطرت على بعض احتلال العراق من 2003 ولحد الآن هذه القوة نفسها سيعاد تدويرها بهذا الشكل أو بذاك هذه المسألة أي بمعنى آخر هذه القوة الغير فعالة وغير منتجة والتي لا تحمل سمة الوطنية أو بمعنى أهم هي ليس لديها مشروع وطني بقدر ما لديها مشروع ذاتي من أجل الحصول على أكبر منافع وأكبر امتيازات هذه المسألة جميع متفق على أن هذه القوة ليس لديها إمكانية لإنتاج أي مسألة تهم المواطن العراقي أو الشعب العراقي أو بمعنى آخر الآن العراق مع الأسف الشديد هذه القوة أوصلته إلى مسألة في غاية الأممية وهو البيع بالتفصيخ العراق الآن معرض إلى أن يتفسق بهذا بكل نواحي الحياة وخاصة بالمسائل الاقتصادية قطاع النفل قطاع الكهرباء قطاع قطاعات الصحة لذلك في تقديري هذه الانتخابات هي كالانتخابات السابقة ترجمة نانسي قنقر